لن مولود صباح الخير مشاهدينا نعم مولود أمطار مرتقبة توقع على المدن والولايات الشرقية أساساً بالفعل مولود إن شاء الله نهار اليوم تقديم من الأمطار الرعدية تميز المناطق الداخلية الشرقية بالخصوص نهار اليوم حتى بعض المدن الداخلية الوسطى وكذلك منطقة الواحد وعليه كانت مصالح الأرصاد الجوية صبيحة اليوم أصدرت تنبيهاً من الدرجة الأولى حيث أكدت من خلاله على تساقط أمطار الرعدية بكمية تتعدى 25 مليمتر محلياً وهذا على المناطق الداخلية الشرقية بداية من الساعة الثالثة بعد زوال يوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلاً إن شاء الله الولايات المعنية بالتنبيه هي كل من ولاية أم البواقي باتنا تبسة كذلك قلمة خنشلة وسقرس كذلك هناك تنبيه آخر فيما يخص استمرار تساقط أمطار الرعدية بكمية تتعدى 25 مليمتر محلياً وهذا إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم الولايات المعنية هي كل من ولاية لغوات بسكرة وحتى ولاية الجلفة بالحديث عن الأمطار الرعدية لا بس أن نتابع مع بعض الأنواع على المباشر بالنسبة لسورة القمر الاصطناعي التي توضح نشاط كبير لخلايا رعدية في هذه الأثناء وكذلك صبيحة اليوم خص المناطق الداخلية الوسطى كذلك منطقة الواحد حتى على منطقة بشروة بالضبط بمنطقة بنية عباس نشاط كبير لخلايا رعدية كان عرفته صبيحة اليوم المدن الداخلية الوسطى وكذلك الشرقية حتى منطقة الواحد بالنسبة لحالة التقص لظهيرة اليوم الثلاثة إن شاء الله نتوقع تقص مستقر أدواء مشميسة بعض السحب الخفيفة إن شاء الله متوقعة على مجمل ولايات الوطن كذلك هناك أمطار رعدية مرتقبة إن شاء الله ظهيرة اليوم على المدن الداخلية الغربية الوسطى وكذلك الشرقية وحتى المدن الساحلية الشرقية تكون فترات من صفاء إلى أمطار إن شاء الله كذلك أمطار متوقعة على الجنوب الغربي بالضبط على الخطر ربط بين منطقة بشار وكذلك تندوف بالنسبة لدرجات الحرارة إن شاء الله القصوى لظهيرة اليوم درجات حرارة جد لطيفة متوقعة لظهيرة اليوم لذلك يرتقى بتسجيل ما بين حوالي 24 درجة كأدنى مقياس إلى غاية 30 درجة كأعلى مقياس متوقعة إن شاء الله ظهيرة اليوم على المناطق الشمالية بالنسبة للمناطق الجنوبية إن شاء الله رح نسجل ما بين 25 حتى 35 أقول ما ذلك ما بين 35 حتى 45 درجة إن شاء الله ظهيرة اليوم على المدن الجنوبية 45 درجة كأعلى مقياس على مدينة تندوف أدرار وكذلك على عين صالح حالة البحر بحول الله لنهار ظهيرة اليوم إن شاء الله سيكون بحر جميل وهادئ وهذا على طول الشريط الساحلي رؤية متوسطة كذلك على طول الشريط الساحلي اتجاه الموجة ستكون من غربية لشمالية غربية على طول الشريط الساحلي الرياح ضعيفة إن شاء الله ستعرف أغلب السواحل الوطنية بسرعة لن تتعدى العشرون كلمتر في الساعة الآن نرح نشوفه فيما يخص الكتل الهوائية بحول الله خلال الساعات المقبلة يعني درجات الحرارة يوم الغد الأربعة إن شاء الله رح تبقى ظهيرة يوم الغد درجة الحرارة في المعدة الفصلي رح نسجل دائما ما بين 25 حتى 30 درجة على المناطق الشمالية وتكون ما بين حوالي 35 حتى 45 درجة على المجمل المدن الجنوبية لكن يوم الخميس انتبعوا مع بعض سيكون ارتفاع جد محسوس في درجات الحرارة القصوى لظهيرة يوم الخميس كما نلاحظوا يعني لون أحمر قاتم رح تعرفوا أغلب المدن الشمالية حيث تخلي تكون هناك درجة حرارة تعدى الأربعون درجة تحتظل متوقعة على أغلب المدن الشمالية الغربية الوسطى والشرقية كذلك بالجنوب الجزائي تبقى من أجواء حرة ما بين 35 حتى 45 درجة يعني حتكون درجة استثنائية على المدن الشمالية وهذا ظهيرة يوم الخميس بحول الله وهذه الهواء الساخن إن شاء الله متوقع فقط ظهيرة يوم الخميس بالنسبة يوم الجمعة نتبع مع بعض الآن وعلى المباشر تعاود ترجع درجة الحرارة القصوى إلى معدلها الفصل كما نلاحظوا في الصورة يعني لون برتقالي من أصفر إلى برتقالي تشير إلى أن درجة الحرارة تكون لطيفة إن شاء الله ما بين حوالي 25 إلى غير 30 درجة كأعلى من قياس على المناطق الشمالية متوقع وهذا ظهيرة يوم الجمعة على أغلب المناطق الشمالية بالجنوب الجزائي تبقى دايما أجواء حرة خاصة على الجنوب الغربي وصول لغاية وسط الصحراء من خلال تسجيل 45 درجة تحت الظل بحول الله كانت تهتي توقعات التقص إن شاء الله لظهيرة اليوم حتى الأيام المقبلة إن شاء الله نتبقى ديما أجواء مستقرة إلى منطرة على فترات نتوقعها ظهيرة اليوم وكذلك يوم غد الأربعة إلى غاية يوم الجمعة يوم السبت إن شاء الله يعني حسب النماذج الرقمية تشير إلى أن هناك إضطراب جوي نشيطة الفعالية رح يكون محمل بأمطار جد معتبرة رح تمس المناطق الشرقية والوسطى للبلاد بكمية تكون معتبرة إن شاء الله وهذا يوم السبت المقبل بحول الله يرتقى بأن تصل كمية الأمطار إلى غاية 30 ملمتر كذلك من سوش هذا الاضطراب الجوحي يكون محمل بكتلة هوائية باردة رح تكون هناك جد حنسجل إنخيفات جد محسوس في درجات الحرار القصوى يعني حنفقده حوالي 15 درجة يعني أعلى مقياس في درجات الحرار القصوى سيصل إلى غاية 20 درجة إن شاء الله وهذا ظهيرة يوم السبت وأدنى مقياس حوالي 12 درجة إن شاء الله بهذه المعلومات أصل لطي ورقة أحوال الطقس